السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم تابعي الكرام تابعي قناة من الآخر وخلاصة لو أول مرة تزرنا في القناة لا تشترك في القناة بداخل الزر الأحمر أسهل فيديو مكتوب على الاشتراك أو سبسكرايب وعمل آيك الفيديو وفعل زر الجرس لسلك كل جديد باستمرار بإذن الله تعالى عايز أتتزرك على الحاجتين أولا أن موعد مبارات الهلال والفتح جي متأخر شوية الحاجة التانية على صوت اللي انت سموا دا لأنه عندي برد مش كورونا الحمد لله رب لا تقدر لما شاف علينا متبعي الكرام معكم محمد نورديمن كانت من الآخر خراسة موعد مبارات الاهلي الهلال عزرا الهلال السعودي أمام الفتح السعودي في الجولة السادسة طبعا المبارات اللي كانت مؤجلة بسبب الهلال كان بيلعب مع النصر في نهائي كأس ملك خدم الحرامين الشرفين متبعي الكرام مبارات الهلال أمام الفتح حيكون معادها بإذن الله تعالى اليوم الخميس 13 أو 3 ديسمبر 2020 المبارات ستزاعة على قناة السعودية الرياضية الأولى أو KSS بورسيش ديوان ومعالج المبارات وحمد العنزي بالنسبة للتوقيت المبارات يكون معادها الساعة 4 أربعين دي أو 5 ألتلت مساء بتوقيت مصر والليبيا والسودان والفلسطين والأردن ولبنان وسوريا ومعادها الساعة 5 أربعين دي يعني 6 ألتلت مساء بتوقيت السعودية ومكة المكرمة والكويت وكتر والبحرين واليمن والعراق ومعادها الساعة 6 أربعين دي أو 7 ألتلت مساء بتوقيت الإمارات وعمان وأيضا المبارات معادها الساعة 3 أربعين دي عصر أو مساء بتوقيت اللي هي 4 ألتلت يعني مساء أو عصر بتوقيت تونس والجزار والمغرب أيضا المبارات معادها الساعة 2 أربعين دي أو 3 ألتلت عصر أو مساء بتوقيت جرينيش وموريتانين قلنا القناة النقلة والمعلق خلنا نشوف ترتيب جدول دور السعودي بالنسبة للهلال والفتح الهلال حاليا في المركز الثاني بالرصيد 13 نقطة بعد لعبة 5 مباريات قبل هذه الجولة أما الفتح فهو في المركز الرابع بالرصيد 10 نقاط بعد لعبة 5 مباريات تبعي الكرام كان معكم محمد دور الدين من قناة من آخر خلاص اشتركوا في القناة على زر الجرس عاملاك الفيديو نراكم فيديو آخر بإذن الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته